ولذلك يا إخواني نصيحة من محب لكم ذنبان طهر صحيفتك منها ترى ما يغفرها الله ما تدخل في حيز المغفرة يوم القيامة ذنبان احذر منها احذر منها الشرك فإن الله لا يغفره أبدا لعظم ذنب الشرك في حق الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم فكل من كان في صحيفته شرك فهو غير مغفور يوم القيامة الثاني حقوق المخلوقين ترى حقوق المخلوقين لا بد من المقاصة فيها يوم القيامة يأخذون من حسناتك يأخذون من حسناتك فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك ثم طرحت في النار هذا ذنبان انتبه منها أشد الانتباه فمن طهرت صحيفته من الشرك ومن حقوق المخلوقين فإن شاء الله أنه يرجى له النجاة يرجى لهن ليس تسهيلا في الذنوب لا ولكن من باب أعظمية الذنوب فأعظم الذنوب حقوق المخلوقين والشرك فإذا من مات على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ومن مات على شيء من حقوق المخلوقين فإن الله لا يتجاوز عن حق المخلوقين ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض على الله عز وجل دواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو ديوان الشرك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا الثاني ديوان لا يسقط الله منه شيئا وهو ديوان حقوق المخلوقين فيتقاصون فيما بينهم في محكمة الله عز وجل الثالث ديوان ما سوى ذلك من صيام يوم تركه أو صلاة يوم تركها فالله عز وجل لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء